تستمر فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات وندوات الفنية والثقافية وللمزيد ينضم إلينا مراسل التليفزيون المصري من هناك رامي محمد أهل بك رامي يعني ضعنا في أجندة الفعاليات الثقافية لهذا اليوم برحب بك وبكل متابعين من مركز مصر لمؤتمرات والمعارض الدولية حيث تتوصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين واستمرار لإقبال المواطنين والقراء على الكتب من مختلف الفئات وايضا التنوع في الحضور الأسرة المصرية بأكملها حاضرة هنا في معرض الكتاب وايضا هناك عدد من الأنشطة التي أقيمت على مدار اليوم منها ندوى عن شخصية المعرض هذا العام وهي الكاتب الكبير يحيى حقي وبحضور ابنته أيضا الأستاذة نهى حقي وكان هناك حديث عن كيفية بناء الشخصيات داخل الروايات والكتابات الخاصة بالكاتب الكبير يحيى حقي هنا وأيضا وجود تقنية الهيلوغرام بحديثه ونصائح للشباب وحديثه عن كتاباته كانت هناك هذه الندوى في بداية اليوم أيضا هناك عدد من الفعاليات الأخرى التي يشهدها معرض الكتاب منها أيضا جولة واستمرار لمبادرة حياة كريمة هنا الخاصة بوزارة التضامر حضور من المفترض خلال الدقائق المقبلة حضور وزيرة التضامر دكتور نيفين لإفتتاح أيضا عدد من الأنشطة الخاصة بالحملة بالوعي مصر تتغير هذه الحملة تشهد عدد من الأنشطة الثقافية لمختلف الفئات سواء الأطفال والقبار وأيضا هناك عدد من الفعاليات الأخرى منها أيضا الصور الأسباكية اللي بتواجد فيه الكثير من الكتاب والروايات وأيضا هناك عدد من التنوع للقاعات المختلفة حيث يتم الإقبال على أكثر من ثمانمائة جناح يمثلون أكثر من ألف كاتب هنا فيه وأيضا ناشر هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هناك أيضا حضور للكتاب الرقمي والإقبال الكبير من الشباب على هذه النوعية وأيضا المتابعة بشكل كبير إذن واستخدام الذكاء الاصطناعي هنا لكافة الحضور هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على جذب القراء بالفئات المختلفة والتنوع في الحضور عودة لكم مرة أخرى رامي محمد من مركز مصر للمؤتمرات والمعارضة الدولية حيث تنعقد الدورة الثالثة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا على المشاهدة